مثل مسألة زواج المتعة إخواني الآن الدعاة البكرين ماذا يتكلمون في سياق تبشيع الشيعة والتشيوع ماذا يقولون هؤلاء الذين أحلوا المتعة فيتصور السامع ماذا يتصور يتصور أنه هذا القول بشع إذ يختص به فقط الشيعة فقط فقهاء الشيعة جوزوا هذا النوع من النكاح في حين لو عرضوا المسألة بحيادية وبيّنوا كل وجهات النظر لتفاجأ البكري الفرد البكري أن جمهرة من كبار علمائه من البذهب البكري نفسه من المذاهب الأربعة جوزوا هذا النكاح وعملوا به وأسماؤهم موجودة شيخ الأزهر الباقوري مثلا كان يجوز هذا النكاح ويقول أفتي بحلية نكاح المتعة علماؤهم بعض محدثيهم الحفاظ الكبار كانوا مشهورين بكثرة التمتع بل أسماء بنت أبي باكر تمتعت الصحابيات تمتعنا بالأحاديث الصحيحة عندهم وقد نقلتها في جواب لي لجريدة الوطن المصرية حاورتني قبل كم سنة وعددت لهم قلت فضلوا أنتو إذا تتصورون أن النكاح المتعة شيء يختص بالشيعة مثلا لا عمي أنتو نصكم أنتو منقسمين نصكم أم كانوا يقولون بحلية زواج المتعة بل هناك رواية عن أحمد بحليتي رواية عن أحمد بن حنبل يقول حلال إلى المضطر فالبكر إذا سمع هذا الكلام بإنصاف يعني الداعية البكر لما يتكلم بالفضائية وبالإذاعة أو أي أن يكون يعرض وجهات النظر المختلفة ثم فليختر الأصوب حسب رأيه لكن على الأقل يخفف حدة الاحتقان يخفف لأنه الطرف السامع سيقول أنا لا حق لي بأن أشنع على الشيعة ونحن نصف علمائنا أو لا أقل قسم منهم قائلون بنفس كلامهم بنفس حكمهم بنفس فتوهم بنفس عقيدتهم في هذه المسائل فإذاً أكم مشتركات فيما بيننا نسوي تقارب الحمد لله سوي تقارب أما لا هو يضطر شنو يعمق الإنقسام يزيد الهو اتساعا ويشحن طائفيا ومذهبيا وتحريضيا وعدائيا حتى يصور الشيعة منفردين بقول ما في حين الشيعة لا ينفردون بقول عادة أو غالبا فكل قول لهم وافقهم عليه بعض من علماء أهل الخلاف بتفاوت وبنسبة وتناسب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر